إلى ثكنة عسكرية حول جنود الاحتلال قرية حادث شمال غرب سلفيت اقتحموا القرية وأغلقوا مداخلها وحاصروا منزل الشهيد محمد سامي صوف وحققوا مع أشقائه ووالدته لأكثر من أربع ساعات قبل أن ينسحبوا معتقلين اثنين من أولاد عمه محمد كان نفذ عملية لن تنساها إسرائيل قريبا العملية استمرت لأكثر من عشرين دقيقة وأسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين على مدخل مستوطنة أرائيل المقامة على أراضي سلفيت قبل أن يرتقي شهيدا برصاص الاحتلال الجيش هرعوا طبشوا التراسي فوق طبشوا الدنيا صاروا يضربوا في شسمه في كنابل صوت وحشرونا في جوة الغرف يجي حشروه أنا وإحنا حشرونا هناك العملية بتفاصيلها غابت عن أم محمد والدة الشهيد التي لم تذكر إلا أنها عرفت محمد من ملابسه الجديدة التي اشترها قبل يوم واستشهد بها ووعده لأشقائه الذين اعتاد رعايتهم بعد وفاة والده بأخذهم في رحلة إلى نابلس لكن محمد لم يعود الفصائل الفلسطينية اعتبرت أن العملية جاءت ردا على جرائم الاحتلال واعتداءات المستوطنين فيما أكد محللون أن تهديدات الاحتلال بعقاب المقاومين وذويهم لن توقف جذوة المقاومة أنا بالتقديري أن المقاومة الفلسطينية ستزداد لأن هناك غضب جدي عند الشعب الفلسطيني ورفض لكل سياسات الاحتلال إضافة لذلك الشعب الفلسطيني فقد الأمل بمسار عملية التسوية والسلام وهناك ضغوط اقتصادية على الشعب الفلسطيني وكانت إسرائيل وصفت أن ما جرى في إرائيل يعد فشلا أمنيا واستخباريا خصوصا أن العملية نفذت في مكان يشهد استنفارا أمنيا دائما تواصل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين يهدد بمزيدا من التسعيد على الأرض وعلى الأكيد لن يقف عمليات المقاومة نسر سلمي من بلدة حارث شمال غرب سلفيت الميادين موسيقى